موسيقى مشاهدين أهلا ومرحبا بكم هذه حلقة جديدة من إسأل نحمل فيها أسئلتكم وستفترتكم ضيفتنا في هذه الحلقة من إسأل داليا مجهد وهي مدير مركز مجهد للاستشارات ومستشار سابق في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الدين الإسلامي وفي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفترة الرئاسية الأولى يدور النقاش في هذه الحلقة حول الموقف الأمريكي مما يحدث في مصر سواء كان متضاربا أو واضحا أو ربما موقفا يصف في بعض الحالات أنه موقفا منتفعا سيدة داليا مرحبا بك معنا نعم داليا بداية قبل أن نبدأ النقاش دعيني فقط أنوه للسادة المشاهدين أننا نتلقى الآن أسئلتكم وتعليقاتكم للمشاركة في هذا الحوار عبر هاشتاغ اسأل واسأل داليا مجاهد على موقع التواصل الاجتماعي للجزيرة والجزيرة مباشر مصر فيسبوك وتويتر سيدة داليا بداية الموقف الأمريكي لم يتغير كثيرا بداية منذ الثالث من يوليو وحتى الآن ولكن شابته بعض التطورات فمرة يوقف تصدير طائرات الأباتشي إلى مصر ومرة أخرى يوصف ما يحدث في مصر بأنه انتهاك قوي لحقوق الإنسان كيف توصف الموقف الأمريكي؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي هو موقف صعب من ناحية لديهم علاقات قوية مع الجيش المصري وكذلك لديهم ضغطا على الجيش المصري من الجهات المتعاقدة وكذلك مجموعة من الجهات الخرجية التي تريد أن تقف الولايات المتحدة مع الجيش المصري بغض النظر عن العقوبات في الجانب الآخر الإدارة الأمريكية وإدارة أوباما قلقون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي محاولة التواصل إلى التوازن فيما تعلق بالقيم والأسس للدولة وكذلك الضغوطات المتعلقة بالوقوف بشكل وثيق مع الجيش الأمريكي أحد الأمور التي أكدت عليها الإدارة الأمريكية أو إدارة أوباما خلال اللقاءات التي عاقتها معهم أنه حتى وقف أي شحنات عسكرية هذا غير مسبوق ولم يحدث في السابق بأن قام رئيس أمريكي في السابق بطأ أو هدد بإيقاف هذه الشحنات والرئيس أمريكي قام بأمر لم يقم به رئيس أمريكي سابق حتى من باب إبطاء أو شحن بعض المعدات العسكرية وقالوا أن هذا مؤشر بأن ما يحدث في مصر هو غير مسبوق أيضا نعم إذن هل نفهم مما تقولينه الآن أن وقف الإدارة الأمريكية ولو بشكل مؤقت لشحنات مثل طائرات الأباتشي والإف-16 إلى مصر هو موقف يعتبر خطوة متطورة من واشنطن تجاه ما يحدث في مصر أم أنه هو موقف ظاهري ربما من صوبة بمكان تحديد أين ستنتهي الأمور فاليوم الإدارة الأمريكية ليست متحدة بشأن الموقف تجاه مصر هناك أجزاء من الإدارة يريدون أن تكون هناك موقفاً أكثر صرامةً فيما يتعلق بعدم رضاهم عن انتهاكات حقوق الإنسان وجزء آخر من الإدارة يريدون أن يمضوا قدماً وتطبيع العلاقات مع مصر لذلك لا يفكرون بعقل واحد أو بطريقة واحدة وهناك حواراً على مستوى الإدارة الأمريكية فيما تعلق بموقف الإدارة الأمريكية من مصر لكن القضية هي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لا تساعد أولئك الذين يدافعون عن موقفها في الإدارة الأمريكية في الحكومة الأمريكية خصوصاً فيما يتعلق بالحكم الأخير الذي يقضى بعدام 529 شخصاً في قضية قتل شرطي واحد مثل هذه الإجراءات عندما تتخذ أو تتم حتى أولئك الذين يدافعون ويناصرون الموقف المصري في الإدارة الأمريكية ربما يكون موقفهم صعباً بالدفاع عن مصر وأنها تسلك سبيل الديمقراطية أو تنتج نهجة دمقراطية نعم قلت أنك التقيت ببعض من الموجودين في الإدارة الأمريكية وكان سؤالك لهم حول الموقف من مصر ورد عليه كان هو أن ما قام به أوباما كان خطوة سابقة من داخل الإدارة الأمريكية الذين يدعمون بشكل واضح إدارة السيسي أو يدعمون بشكل واضح الثالث من يوليو وما هو التيارة الآخر الذي يدعم جماعة الإخوان المسلمين إن صحت هذه الفرضية دعيني أواضح هنا طبعاً ليس هناك شخص في الإدارة الأمريكية يدعم جماعة الإخوان المسلمين بشكل واضح نعم هناك مجموعة وربما جهة أو طرف في الحكومة الأمريكية مستؤون من انتهاكات حقوق الإنسان ويقفون بجانب الأسس والمبادئ الدمقراطية ويرون بأن ما يحدث في مصر لا يمثل القيم الأمريكية المتجذرة وهناك مجموعة أخرى أو طرف آخر يرى مصالح الولايات المتحدة تتسق أو مع الموقف الجيش المصري ولذلك هاتين وجهتين النظر التي سايدتين في الولايات المتحدة لكن ليس هناك طرفاً يدعم الإخوان المسلمين تحديداً هل من خلال لقاءتك بهم استطعت أن تستشفي أو يؤقيل لك أن هناك خطوة ربما تكون متطورة عن الخطوة التي اتخذت إذا ما ساءت الأوضاع في مصر أكثر من ذلك؟ في الوقت الحالي المساعدات العسكرية هي متوقفة والكونغرس الأمريكي سمح بإطلاقها لكن هذا يجب أن يوافق عليه من البيت الأبيض وفي أسوأ الظروف لن تتم الموافقة وهذا سيكون موقفاً غير مسبوق وقف المساعدات العسكرية بدلاً من تأخيرها لذلك هذا أمر ما زلنا نراقبه بشكل حتيث ومن المهم أن نرى مسار الانتخابات الرئاسية في مصر وما سيتمخذ عنه من إجرات قصوصاً على مستوى الجهاز القضائي لكن بشكل أساسي ليس هناك قراراً محدداً وثابتاً فيما يتعلق في مصر هناك وجهات نظر متباينة في الإدارة الأمريكية وما تقوم به مصر هو ربما يلعب دوراً في تحديد كيفية تصرف الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية نعم داليا إلى أي مدى يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية محدداً في موقف واشنطن وإلى أي مدى يمكن أن تتغاضى واشنطن عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات المسار الديمقراطي التي حدثت منذ الثالث من يوليو حتى الآن ربما من الصعب تحديد ما يمكن أن تتسامح به الولايات الأمريكية ربما هناك فيما تعلق بالمذبح في رابعة هذا أحد الأمثلة وفيما تعلق بالمضي قدماً سنرى مدى جهزة واستعداد الإدارة الأمريكية من قبلها حتى وزير الخارجية الأمريكي الذي يعتبر صديقاً لمصر حتى هو كان لديه كلمات قوية وموقفاً قوياً لمصر خصوصاً بعد الاستفتاء الذي أجري مؤخراً والذي ربما لا يعتبر نزيهاً ومنصفاً وكذلك الحكم بإعدام 529 شخصاً في قضية قتل شرطي واحد لذلك حتى الأصدقاء ومن ينصرون الموقف المصري هم يجدون صعوبة في الدفاع عن الموقف المصري لذلك فيما يتعلق بالموقف الأمريكي في المستقبل هذا ربما غير محاجز الآن لكن نحن نراقب الانتخابات الرئاسية بشكل وثيق وكيفية إجراءها وهذا ربما يلعب دوراً ويكون له أثر فيما يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية وسياستها تجاه مصر نعم ولا تكون محرجة أمام المجتمع الدولي نعم داليا لماذا لم تسمي الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة ما حدث في مصر بأنه انقلاباً على الرغم من إدانتها لوقعت الحكم بإعدام 529 شخص يعني مع التشكيك في المحاكمة التي حدثت لهؤلاء الأشخاص وعلى الرغم لإدانتها لعدد من الأحداث لماذا لم تسمي ما حدث انقلاباً في الوقت الذي تطالب فيه داخل الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات لمصر طبعاً كما تعرفين عندما تطلق الولايات المتحدة على شيء بأنه انقلاب هناك عدد من القوانين التي ومقراته الحكومة الأمريكية أنها لا تريد بأن تكون هذه التعداعيات تتم بشكل تلقائي فهي تحت ضغوطات من قبل عدد من جهات المختلفة المحلية والأجنبية التي تريد أن تكون العلاقات مع مصر هي مرنة وصديقة لذلك إطلاق على ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب رمبا يثير غضب جهات مختلفة وأنا أنظر إلى الإدارة الأمريكية وإدارة أوباما بأن تحاول أن تحقق توازناً بين الأولويات وقررت ألا تتخذ قراراً بهذا الشأن نعم إذا كان الحديث عن التوازن بين الأولويات فهناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتماً فشلت في اختبار الديمقراطية هذه المرة فهي وإن كانت تدعم عالمياً الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنها وقفت صامتة حتى هذه اللحظة وإن كانت تحدثت فقد تحدثت بشكل باهت على الانتهاكات وانتهاك الديمقراطية بالأساس في ما حدث في مصر هل يمكن أن يتغير ذلك الموقف فقط مراعاة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أم أنها المصالح على الأرض طبعاً هناك كثير من الأشخاص الذين يدعون إلى السياسة خارجية أمريكية قائمة على المبادئ تقف تؤيد حقوق الإنسان على المصالح قصيرة المدى وهؤلاء أكثر تأثيراً من الطرف الآخر الذي يجادل بشأن بأن تكون السياسة الأمريكية تفضل المصالح قصيرة المدى وخصوصاً مصالح القوات المؤثرة أو الجهات المؤثرة على المستوى المحلي والأجنبي خصوصاً في مجال صناعة الأسلحة المعقدة في الولايات المتحدة التي تستفيد بشكل كبير من العلاقات الوثيقة مع الجيش المصري لذلك إن كان هنا هؤلاء الذين يدعمون الديمقراطية وحقوق الإنسان ويريدون أحداث نقلة في المعادلة سيضغطونا باتجاه أن تغير الولايات المتحدة مقفها وأعيدكم إلى عام 2011 عندما جاء الرئيس الأمريكي ووقف إلى جانب الشارع ضد حليفه لمدة أكثر من ثلاثين عاماً كان هناك تغيراً في المعادلة ولم يكن الموقف قائم على المبادئ فقط بل لأنه كان فيه مصلحة الولايات المتحدة بأن تقف إلى طرف المستقبل وأقصد هنا الشباب الذين كانوا يتواجدون في الميدان وبالتالي الرئيس الأمريكي أدرك في تلك اللحظة أن هذا هو الموقف الصحيح لذلك الناس الذين يريدون أن تكون مصر دولة ديمقراطية فيجب أن يتخذوا موقفاً ويعملون على المستوى المحلي في مصر فالولايات المتحدة دائماً تقف مع من يحمي مصالحها في نية المطاف وهذا ما ينبغي أن نعرفه بشكل عملي داليا هناك أكثر من 25 مكالمات بين وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل والمشير السيسي وقت أن كان وزيراً للدفاع وفي مجملها يحطه وزير الدفاع تشاك هاجل على إدارة الأمور بشكل جيد في مصر من الذي يدير الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه ما يحدث في مصر هل هي وزارة الدفاع أم وزارة الخارجية إنه سؤال في مكانه ونعتقد بأن هناك حقيقة مجموعة من المؤسسات ضمن الحكومة الأمريكية التي تقوم بإدارة العلاقة مع مصر وبشكل رسمي إنها وزارة الخارجية ولكن وزير الدفاع الآن في تزايد يلعب دور أكبر ويساعد ويروج للدبلوماسية لأن القيادة القائد العسكي القائد في مصر الآن هو أيضاً جنرال إذن لقد أصبحت الأمور معقدة حيث أن طبيعة الحكومة المصرية وقيادتها أصبحت تشكل أمراً غريباً للولايات المتحدة الأمريكية نعم ولكن كما تعلمين في مصر هناك قطاع كبير من المؤيدين للمؤسسة العسكرية والقريبين منها يتحدثون دائماً بأن واشنطن تحاول فرض إرادتها على مصر من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين وهو ما لا يحدث بشكل لا يمكن قبوله أمام هذه المكالمات هل العلاقات بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية هي التي تحكم الأمور حالياً وإلى أي مدى الجيش المصري محكوم برؤيات وتوجهات وزارة الدفاع الأمريكي؟ أعتقد في البداية بأن الواقع واضح جداً فالجيش المصري له علاقات أقرب مع الحكومة الأمريكية وأكثر مما كانت العلاقة التي تربط الأخوان المسلمين مع الحكومة الأمريكية هذه حقيقة واضحة إذن عبر القول بأن الحكومة الأمريكية هي تحت تأثير الأخوان المسلمين وهي تحاول أن تضع ضغطات الحكومة المصرية هذا أمر مضحك إن الحكومة المصرية الآن هي في وسط أزمة اقتصادية وهي تصرف ملايين الدولارات على تحالفات وعلى شركات العلاقات العامة في واشنطن من أجل أن تقوم بالترويج لما تقوم به في مصر والحكومة المصرية ترسل وفوداً شبكة أسبوعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن الحكومة المصرية لديها ولوجوة أمكانية تصول إلى أعلى المسؤولين في الحكومة الأمريكية وحتى في البنتاجون وزارة الدفاع إذن الحكومة الآن في مصر لديها بكل تأكيد لديها محاولات لصياغة السياسة الأمريكية باتجاهتها وأي مناصر لحقوق الإنسان أو ديمقراطية لديهم أقل مصادر أقل ولديهم ميزانيات أقل مما لدى الحكومة المصرية فأي ما يستطيعون القيام به بالترويج لشيء آخر حول ما يجري في مصر هو بسيط جداً ولا يكاد يذكر بالمقارنة مع الموارد والمصادر التي تمتلكها الحكومة في مصر نعم تولي المشير السيسي للرئاسة الجمهورية سيكون موقفاً محرجاً بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن أن تتجاوز واشنطن على تولي قائد الإنقلاب لرئاسة الجمهورية وتبرر ما حدث بأنه تطور ديمقراطي للأحداث؟ أعتقد أنه من الإمكان أن نقول هذا وهو ليس مستبعداً فعندما يصبح السيسي رئيساً لمصر فبعض الناس ضمن الحكومة المصرية سوف يقولون بأنه قد تم انتخابه وأنه له شعبية أعتقد بأن السؤال الذي علينا أن نسأله لإنفسنا والشعب المصري عليهم أن يفكروا به هو ما هو نوع القادة الذين يودون لبلدهم أن تحصل عليه وإذا عدنا إلى الخلف خطوة وقمنا بتوصيف القيادة الجيدة وأنا في عملي أقوم بتقديم المشهورة للقيادة إن أفضل قادتي في العالم عبر التاريخ كله هم هؤلاء الذين قاموا بتجميعي والدولة الممزقة هم الذين وحدوا الناس من خلفيات مختلفة من أجل عملي باتجاه مستقبل أفضل مثل نيلسا منديلا يرد إلى ذهني الآن هل الآن السؤال القيادة المصرية الحالية هم من هذا النوع وهل الناس الذين هل هو قيادته سوف تجمع الناس أو توحدهم أم هل ستؤدي إلى مزيد من الفرقة والتشردهم بما أنك تحدثت عن ذلك داليا فيمكنك الإجابة على ذلك السؤال بالتأكيد بما أنك تحدثت عن ذلك يمكنك بالتأكيد الإجابة على ذلك السؤال هل القيادة الحالية أو القيادة المتوقعة بإمكانها توحيد المجتمع وإعادة الشطر الذي حدث بين قسمي المجتمع بهكذا طريقة إلى توحيده كمجتمع متناسق مرة أخرى والعبور بمصر من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذن سيكون من الصعوبة بمكان توحيدي الناس ولكن أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة اليوم وهناك حالة استقطاب كبيرة وهذا الاستقطاب حقيقة هو أساس مشاكل أخرى هناك اضطرابات وعنف وتقوم بضرب الاقتصاد وإبعاد المستثمرين وهناك أيضا ما يجري في الإعلام المصري الذي يجعل الناس يكرهون بعضهم البعض حتى ضمن العائلة الواحدة إذن ما على القائد القادم أن يقوم به هو أن يقوم بتوحيد الناس ومن ثم يركز على ما يهم يهتم به الناس وهو إصلاح الاقتصاد وخلق فرص وظيفية للشباب نعم سؤال داليا هل السيسي قادر على ذلك؟ لن أقوم بإطلاق حكم عليه ولكن هذا ما يجب عليه القيام به إذا أراد أن يكون قائدا ناجحا لمصر ولسوء الحظ إن سجله حتى الآن لا يعطينا حقيقة أملا كبيرا نعم ولكن بالحديث أيضا عن هذه النقطة هل كان الرئيس المعزول محمد مرسي قادرا على ذلك؟ أيضا كانت هناك مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وقت وجود دكتور محمد مرسي في الحكم هل لماذا فشل؟ إنه سؤال أيضا مهم في مكانه إن الرئيس السابق الرئيس مرسي لم يقم بهذا أيضا هو أيضا فشل في توحيد الشعب وإذا نظرنا إلى مقام به بشكل خاطئ ومثير الاهتمام فهو أمضى معظم وقته إما في مقره أو مع الدولة العميقة لمحاولة إشعار هذه الدولة بأنه لم يكن يهددها وأهمل حقيقة الثورة والثوريين وقام حقيقة بتهميشهم وأنهم يحسون بالغرابة وهذا ما سبب سقوطه هو قام بتهميشهم عن طريق وقت كبير وجهد من أجل التعاطي مع الدولة العميقة عوضا عن التصدي مع أهم حتميات الثورة وأولويات الثورة وما رأيناه في الثالث من يوليو ما أخبرني بعض من قاموا بالثورة بأنها لم تكن انقلابا على مرسي وإنما كانت انقلابا على الأولويات والقيم لقيم ثورة 25 يناير إذن العديد من الناس الذين عارضوا مرسي الآن هم يعارضون الانقلاب أيضا لأن ما يرونه هو أن جهودهم وأحلامهم أثناء ثورة 25 يناير في 2011 قد دمرت بالتلاشة بالكامل وهم يودون أن يعوى الآن الأمور تدهور في مصر نعم داليا سنستكمل هذا النقاش الآن ولكن قبل أن نذهب إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب تعيني أنقل لك أسئلة المشاركين والتي وردتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر من إيمان أبو هاشم تقول لك هل تعتقد أن إدارة أوباما تعارض انقلاب الثالث من يوليو فعلا أم أنها تمثيلية كبرى تم تدبيرها بليل بين واشنطن والسيسي هناك أيضا سؤال من مؤمن هل تعتقد أن الموقف الأمريكي المؤيد للربيع العربي سابقا والمتآمر عليه لاحقا قد يؤدي إلى إيجاد بيئة مشابهة لما قبل 11 سبتمبر من وجه حسني هل هناك خلاف بين البنتجن وبين البيت الأبيض حول التعامل مع الإنقلاب في مصر داليا يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة دعوني أبدأ بالموقف الأمريكي من الربيع العربي سوف أعود إلى هذه النقطة بأن الوليات المتحدة الأمريكية هي في جانبي وصفي من يحتمل أن يقوموا باستلام زمام الأمور ويؤمنوا مصالحهم وهذا أمر لن يكون غريبا فعندما يبدو بأن الناس قاموا بالثورة حقيقة وطلب مستقبل مختلف فكانت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صف الناس ومن ثم في حالة الانقلاب في الثالث من يوليو كان هناك نوع من الانحياز إلى الجيش إذن درس المستفاد هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تود من يحمي مصالحها وتود من يقوم بسيطرة على زمام الأمور لخدمة مصالحهم وبهذا أعود إلى فكرة أن الشعب في نهاية المطاف عليهم أن يقرروا كيف سيبدو عليهم مستقبلهم في مصر وسواء كنا نصدق هذا أم لا فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنحاز إلى من سيفوز بهذه المعركة ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في موقف أو تستطيع اتخاذ قرار حول مصير مصر فيما يتعلق في البنتاجون والبيت الأبيض أعتقد أن هذا تقييم جيد فالبنتاجون الآن هو لصالح ويؤيد علاقات قوية مع الجيش المصري وهم معتادون على التعاون معهم وهم يثيقون بالزمرة العسكرية أما البيت الأبيض فهو حاليا أقل تأييدا أو ربما أقول بأنه قلق من انتهاكات حقوق الإنسان تفوتنا هذه النقطة يعني الحديث عن أن الموقف الأمريكي المؤيد والمتآمر وفق ما قاله مؤمن قد يؤدي إلى ما هو أحداث 11 سبتمبر ربما يتوافق مع التصريحات التي نقلت عن السيد إبراهيم مونير وهو متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في لندن ويتوافق أيضا مع موقف لندن الحالية التي طالبت بالتحقيق والكشف في نوايا وأفكار وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين هل يمكن أن تكون جماعة الإخوان المسلمين بالفعل متهمة بأنها منظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ لا أتوقع بأن يحصل هذا وبكل بساطة لأنه حتى في ذروة ما يسمى بالعرب على الإرهاب عندما كانت أي مجموعة إسلامية قيد التحقيق وتخضع للتحقيق وكان هناك الكثير من الأموال التي جمدها حتى في هذه الأثناء لم تصنف الحركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وبسبب موقفهم بأنهم يرفضون العنف فهي لا تعد كمنظمة إرهابية ولا أرى بأن هذا سيتغير في أي وقت قريب فلا أمر شيء يبعث على القلق إذن بالنسبة لهذا الموضوع أيضا وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وخطر هذا نحن الآن نراع حربا أهليا في سوريا والعديد من الشباب قد تجروا إلى الصراع وفي بعض الأحيان هناك أصبحوا لهم أفكار متطرفة فعندما يكون لديكم مثل هذه المواقف فأنتم بحاجة إلى أصوات معتدلة إسلامية وليس أقل من أجل المساعدة في الحد من هذه الأزمة وإعادة هؤلاء الشباب إلى رجدهم من مناطق الاقتتال وعندما نقوم بالقضاء على كل الأصوات المعتدلة فلن يتبقى لنا إلا الأصوات المتطرفة والتي تشكل خطرا محدقا على الدولة نعم داليا مجاهد مستشارة سابقة بالإدارة الأمريكية ورئيس مركز مجاهد للاستشارات أشكركي شكرا جزيلا على هذا اللقاء مشاهدين في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة لكم تحياتي أنا حياة اليمانية الجزيرة مباشر مصر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر